معنا في الستوديو استشاري طب الأمراض النفسية بالمركز الأمريكي النفسي والعصبي أسماء بن هودي أهلا وسهلا رمضان كريم يا أسماء مرحبا مساء الخير رمضان كريم نورتين في الستوديو علينا وعليك شكرا جزيلا على الدعوة أسماء مر فكرة غريبة أنه مخابرات البريطانية تنزل لينكتين تقول اللي بيحل اللغز هذا يتوظف يعني الوظيفة مرهونة بس بحل اللغز هل ممكن إحنا نقدر نقيس الذكاء بهذه الطريقة أنه حل اللغز أو حل معادلة يعني هذه تكون مقاييس فعلا لقياس الذكاء هو كلمة الذكاء يعني هي كلمة عامة هناك العديد من أنواع الذكاء أحنا حاليا ممكن في هذه القصة نتكلم عن الذكاء العقلي أو الذكاء الذهني الذكاء الذهني يكون فيه عديد المكونات يعني تقييم الذكاء عن طريق هذه الألعاب مثل البازل والألغاز هو يقيم جانب معين من الذكاء يعتمد مثلا على الذاكرة العملية يعتمد على سرعة الملاحظة التحليل بسرعة ربط الأشياء ببعضها فهو يحدد جانب من جوانب الذكاء اللي ممكن هذه الشركات تحتاجوا في وظيفتها أو في المشن اللي هي رح تعطيها للإمبلييز اللي تستقطبهم يعني من خلال هذه الإفاليوييشن المعينة يعني هما يقيموا نقطة معينة في غرض مشن أو وظيفة معينة طيب هل هذه الألعاب تحدد تقدر تحدد النقطة اللي أنا أبغاها يعني مثلا والله أنا المخابرات الأمريكية أبغى الذكاء في هذا الجانب تحديدا هل فيه ألعاب خاصة بكل جانب الشخص يبغاه فبالتالي أقدر أنا أختار الناحية اللي أنا أبغي الموظف يكون موجود فيها هي ألعاب مستوحات من طرق تقييم الذكاء يعني تقييم الذكاء يعتمد على تقنيات وأسئلة معينة وتمارين معينة منها اللي يكون لغوي ومنها اللي يكون غير لغوي والغير لغوي هو اللي يدخل في جانب الألعاب مثل البازلز مثل مثلا الأشياء الشبكيات على الكمبيوتر كلمات متقاطعة أنا كنت أعرف أنها من أكثر الأشياء أو مثلا ربط الأشياء لون معين بشكل معين السرعة يعني في ترتيب هذه الأشياء هي كلها يعني تحدد أو تقيم جانب معين من الذكاء اللي هو يناسب خبرة معينة يناسب وظيفة معينة حتى يعني الشركات يعني حول العالم صار يعني حديثا أنه أكثر الشركات تستعمل نوع من التقييم الذهني أو تقييم الذكاء للموظفين قبل يعني توظيف فهم يفتشوا عن نقطة معينة طيب لو واحد ما عرف حل المعادلة هذه أو مثلا أكثر من لغزة أو أكثر من لعبة ما عرف حلها هل هذا يفيد لي يعني الواحد يحب الصراحة يعني يعني إذا هذا يدل على الذكاء يعني يعني معنا هل واحد يكون عنده نوع من الغضاء كيف ممكن نحن نقدر نتعامل مع الموضوع هذا طبعا هو يعني كلامك في محله وأنه ممكن الشخص يجي إحباط ممكن تكون عنده إمكانيات عالية جدا نعم في جوانب ثانية إذا هذا ذكاء معنا لدي غباء بالضبط لكن ممكن في نقطة معينة يكون مثلا تحت الحد الأدنى المطلوب لكن هذا لا يقيم الشخص ككل هذا جانب فقط من العقل البشري أو من الذهن اللي يتم تقييمه لكن أحنا دائما نتكلم عن القدرات البشرية والذكاء عموما كموظومة كاملة تعتمد على أكثر من أسبكت عندنا الذكاء العقلي الذكاء الاجتماعي الذكاء العاطفي فكل شخص عنده يعني مقيمات معينة فهو هذا الشخص اللي فشل في الامتحان رحقم واحد أكيد أنه هو سوف ينجح في مجالة ثانية في مؤسسة ثانية وفي وضائف ثانية أي طب بس أنتوا تقدروا الآن تقدروا عندكم اختبارات وأمور معينة تقدر تحدد مستوى الذكاء في كل جانب يعني كالطباء تقدروا تسوي العملية هذه طبعا هناك تقييمات موجودة معتمدة عالميا لتقييم القدرات الذهنية والعقلية لكل شخص يعني استعمال هذه التقييمات بدأ منذ العديد من السنوات لكن صار منظم بطريقة أكثر تدريجيا يعني أنا أظن تحت الهوى بأخذك كده شوي على جنبلة أنا أحب أعرف يعني هذا نوع من الفطول كل واحد نفسه يعرف أكيد إيش الأشياء اللي عنده أقول لا لا فباستغل فرصة وجودك معنا هنا ما بغا أقول أسوأ استغلال إن شاء الله حسن استغلال طيب أسماء الألعاب مؤخرا صارت كثير نسمع يعني زمان كان اللي يلعب هذا يضيع وقت ويمكن حتى أهله يتخانقوا معا إنه قاعد يضيع وقته وفي كلام فاضي الآن صرنا نشوف بتشدده كثير على أطباء على همية الألعاب للوقاية مثلا من الخرف من الزهايمر من أمراض ممكن تجينا لما نكبر فعلا هي مهمة قد كده كده وفعلا لازم نبدأ يعني أنا واحدة من الناس اللي ما ألعب صراحة ما عندي ولا أيلعب على الموبايل مثلا لازم أبدأ نزل الألعاب وليش ليه من بالضرورة هي الألعاب يعني يعني العديد من الأنواع من الألعاب ممكن اللي يكون فيها التقنيات بسيطة اللي هي فقط تطلب من الإنسان حركة أو فكرة بسيطة وتكون متكررة طبعا هذا النوع من الألعاب لا يفيد وبطبع يعني لا ننصح به هناك نوع من الألعاب اللي هو ينمي قدرة الشخص على التركيز على الانتباه بسرعة على مثلا الملاحظات الدقيقة على ربط الأحداث ببعضها وحتى هناك بعض يعني المؤسسات اللي يتقدم هذه الخدمة للأشخاص مثل ما ذكرتي اللي تعاني ممكن من الخرف ممكن الناس اللي تعاني من المشاكل في تشتت الانتباه وصعوبة التركيز هناك نوع من هذه التقنيات هي ليست ألعاب لكن سبيرت تبع الألعاب يعني يستغلوه في مثل إيش؟ مثل إيش أسما أقوله أنا زي إيش؟ يعني فيه أشياء نقدر نسوي لها داونلود نبدأ نشتغل عليه ممكن يعني اللي يشوف أنا الآن خلال هذه المقابلة يتحمس يحب ينزل لعبة مثلا أو شيء فيه كثير مثلا مثلا من أبسط الأشياء اللي متوفرة هي لعبة السودوكو يعني كثير من الأشخاص يحبوا يلعبوها اتنمي يعني القدرات الذهنية تحسن التركيز الكلمات المتقاطعة كل ما هو يعني أشياء متعلقة أنه نربط حركة معينة بفعل معين فكرة معينة بفعل معين وبسرعة يعني متزايدة هذا كله يحسن من قدرة الشخص على التركيز وعلى الانتباه طب خلينا نقول نرجع الخبر هذا حق المخابرات الأمريكية اللي حطت لغز وقالت اللي حله بيصير جيمس بوند مواصفات هذا الشخص اللي عنده هذا النوع من الذكاء وحل اللغز إيش تكون مواصفاته حسب هما تقييمهم يعني حسب اللعبة هذية اللي تم يعني تركيبها وتم يعني وضعها للاستعمال أتوقع أنه هو يكون شخص أنه يعني الـ IQ اللي عنده يعني المؤشر الذهني والعقلي يكون مرتفع نوعا ما اللي هو يعني في كل ما ذكرنا فيه قدرات التركيز الانتباه سرعة الملاحظة ربط الأمور ببعضها لأنه هذا مجال استخباراتي وهذا المجال يحتاج أشخاص من الفئة هذه وباي ذو واي يعني استعمال الـ IQ test أو تقييم القدرات الذهنية بلش أول شيء بالأطفال يعني لتقييم قدراتهم الذهنية وتم استعماله بكثرة في الوظائف الحساسة الوظائف العسكرية وظائف الاستخبارات لأنهم يحتاجوا أشخاص بمواصفات معينة يعني نحن نشوف الناس اللي مثلا يكونوا حراس شخصيين لشخصيات معينة يعني يقول لك لماح مثلا وسبب سريع الملاحظة عنده مثل ما ذكرت يمكن بعض هذه المواصفات بس قد يكون اجتماعيا مثلا صح؟ بالضبط هذه هي النقطة الأساسية لأنه كل شخص ممكن يسمعنا أو يعني يعرف عن الذكاء والـ IQ score أنه يتهيأ له إذا الشخص عنده سكور عالي يعني معدل عالي معناته أنه ذكا شخص ذكي جدا ناجح جدا والعكس صحيح ولكن لا والموضوع ليس بهذه السهولة الإنسان عنده ذكاء عقلي ذكاء عاطفي ذكاء اجتماعي يعني دائما نقول ربي يأخذ شيء ويعطي شيء بطب وما في أحد كامل للكامل وجه الله دائما في نقطة مثلا نكون أحسن فيها ونقطة ما نكون كثير فيها بس في النهاية يسدد وقارب يعني نحاول نغطي على الأمور قد ما نقدر نحاول مش أمورنا بالضبط شكرا جزيلا اللي وجودك يا أسماء اليوم معنا يعطيك ألف عافية شكرا جزيلا شكرا جزيلا